الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والسلام عليكم جميعا وأهلا وسهلا بكم إذ يتجدد لقاؤنا بكم أحبتنا المشاهدين وبرنامجنا أدب الدنيا والدين قال بعض العلماء لبنيه يا بنية تعلموا العلم فإن لم تنالوا به من الدنيا حظا فلأن يذم الزمان لكم أحب إلي من أن يذم الزمان بكم وقال بعض الأدباء من لم يفد بالعلم مالا كسب به جمالا وأنشد بعض أهل الأدب لابني طباطب حسود مريض القلب يخفي أنينه ويضحى كئيب البال عندي حزينه يلوم علي أن أرحت للعلم طالبا أجمع من عند الروات فنونه فأعرف أبكار الكلام وعونه وأحفظ مما أستفيد عيونه ويزعم أن العلم لا يكسب الغنى ويحسن بالجهل الذميم ضنونه فيلائم دعني أغالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يحسنونه وأنا أستعيذ بالله من خدع الجهل المذلة وبوادر الحمق المذلة وأسأله السعادة بعقل رادع يستقيم به من زل وعلم نافع يستهدي به من ضل فينبغي لمن زهد في العلم أن يكون فيه راغبا ولمن راغب فيه أن يكون له طالبا ولمن طلبه أن يكون منه مستكثرا ولمن استكثر منه أن يكون به عاملا ولا يطلب لتركه احتجاجا ولا للتقصير فيه عذرا وقد قال الشاعر فلا تعذراني في الإساءة إنه شرار الرجال من يسيع فيعذر ولا يسوف نفسه بالمواعيد الكاذبة ويمنيها بانقطاع الأشغال المتصلة فإن لكل وقت شغل ولكل زمان عذرا وقال الشاعر نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي تأموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي ويقصد طلب العلم واثقا بتيسير الله قاصدا وجه الله تعالى بنية خالصة وعزيمة صادقة وروا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب أهله فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه أو متى يحتاج إلى ما عنده وليحذر أن يطلبه لمراء أو رياء فإن المماري به مهجور ولا ينتفع والمرائي به محقور لا يرتفع وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء ولا تعلموا العلم لتجادلوا به العلماء فمن فعل ذلك منكم فالنار النار وليس المماري به هو المناظر فيه طلبا للصواب منه ولكنه القاصد لدفع ما يرد عليه من فاسد أو صحيح وقال الأوزاعي إذا أراد الله بقوم شرا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل وأنشد الرياشي لمصعب ابن عبد الله أجادل كل معترض ظنيني وأجعل دينه غرضا لديني وأترك ما عملت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقيني وما أنا والخصومة وهي شيء يصرف في الشمال وفي اليمين فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبوني وقد بيّن ذلك بعض العلماء فقال لصاحبه لا يمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة فإن المماري هو الذي لا يريد أن يتعلم منه أحد ولا يرجو أن يتعلم من أحد وأعلم أن لكل مطلوب باعثا والباعث على المطلوب شيئان رغبة أو رهبة فليكن طالب العلم راغبا راهبا أما الرغبة ففي ثواب الله تعالى لطالب مرضاته وحافظ مفترضاته وأما الرهبة فمن عقاب الله تعالى لتارك أوامره ومهمل زواجره فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة أدّي إلى كنه العلم وحقيقة الزهد لأن الرغبة أقوى الباعثين على العلم والرهبة أقوى السببين في الزهد وقد قالت الحكماء أصل العلم الرغبة وثمرته السعادة وأصل الزهد الرهبة وثمرته العبادة فإذا اقترن الزهد والعلم فقد تمت السعادة وعمت الفضيلة وإن افترق فيا ويحى مفترقين ما أضر افتراقهما وأقبح انفرادهما وقال مالك بن دينار من لم يؤتى من العلم ما يقمعه فما أوتي منه لا ينفعه وقال بعض الحكماء الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مشاهدين الكرام عدنا إليكم من جديد لنستكمل الحلقة للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها ومداخل تفضي إلى حقائقها فليبتدع طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها وبمداخلها لتفضي إلى حقائقها ولا يطلب الآخرة قبل الأول ولا الحقيقة قبل المدخل فلا يدرك الآخرة ولا يعرف الحقيقة لأن البناء على غير أس لا يبنى والثمر من غير غرس لا يجنى ولذلك أسباب فاسدة ودواع واهية فمنها أن يكون في النفس أغراض تختص بنوع من العلم فيدع الغرض إلى قصد ذلك النوع ويعدل عن مقدماته كرجل يؤثر القضاء ويتصدى للحكم فيقصد من علم الفقه أدب القاضي وما يتعلق به من الدعوة والبينات أو يحب الاتسام بالشهادة فيتعلم كتاب الشهادات فيصير موسوما بجهل ما يعاني فإذا أدرك ذلك ظن أنه قد حاز من العلم جمهوره وعدرك منه مشهوره ولم يرى ما بقي منه إلا غامضا طلبه عناء وغويصا استخراجه فناء لقصور همته على ما أدرك وانصرافها عما ترك ولو نصح نفسه لا علم أن ما ترك أهم مما أدرك لأن بعض العلم مرتبط ببعض ولكل باب منه تعلق بما قبله فلا تقوم الأواخر إلا بأوائلها وقد يصح قيام الأوائل بأنفسها فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل تركا للأوائل والأواخر فإذن ليس يعرى من لوم وإن كان تارك الآخر ألوم ومنها أن يحب الاشتهار بالعلم إما لتكسب أو لتجمل فيقصد من العلم ما اشتهر من مسائل الجدل وطريق النظر ويتعاطى علم مختلف فيه دون ما اتفق عليه ليناظر على الخلاف وهو لا يعرف الوفاق ويجادل الخصوم وهو لا يعرف مذهبا مخصوصا ولقد رأيت من هذه الطبقة عددا قد تحققوا بالعلم تحقق المتكلفين واشتهروا به اشتهار المتبحرين إذا أخذوا في مناظرة الخصوم ظهر كلامهم وإذا سئلوا عن واضح مذهبهم ضلت أفهامهم حتى إنهم ليخبطون في الجواب خبط عشواء فلا يظهروا لهم صواب ولا يتقرروا لهم جواب ولا يرون ذلك نقصا إذا نمقوا في المجالس كلاما موصوفا ولفقوا على المخالف حجابا مألوفا وقد جهلوا من المذاهب ما يعلم المبتدع ويتداوله الناشئ فهم دائما في لغط مضل أو غلط مذل مشاهدين الكرام رزقنا الله وإياكم حب العلم وتعلمه والعمل به ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل الأمرين من العلم والعمل وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته